فقد خروج الاهلي من النهائي لم يحصل على الكأس احزن الجميع سواء اهلاوي او زمكاء او غيره وانا احد هؤلاء الذين يعني نالوا قدر من الحزن لكنها حزن صامت لاني مش متخصص في الكرة لكن انت راجل لك يعني باع في الكرة وراجل اهلاوي لا يزايد عليك احد فرأيك فيه المباراة والاجراءات اللي سبقت المباراة وازاي لعبنا المباراة في بلد المفروض بفيه بلد محايد واداء المدرب واداء اللعيبة وهنا رحيم فيهم يعني بص يعني خلينا نقول ان الاهلي اتهزم في المباراة دي جوه الملعب وبره الملعب داخل الملعب وخارج الملعب وان الكاف من وجهة نظر ينجح فيه انه يهدي الكاس لوداد المغربي الكاف الاتحاد الافريكي والاهلي للأسف ما كانش على مستوى الحدث في ادارة هذا الموضوع سواء الاهلي بقى او اتحاد الكورة وبتاع يعني كلهم مع بعضه ده بالنسبة لبرة الملعب جوه الملعب الاهلي تهزم يعني دي مش وما تهزمش مثلا زي ليفربول كده فقلنا والله ده ليفربول لعب حلو بس ريال مدريك خدت البطولة لا الاهلي لا لعب ولا نتيجة الاهلي من اول التشكيل وحش تغييرات وحشة اللعيبة اللاقة بدنية صعبة يعني اللاقة بدنية ضائعة اختيارات اللاعبين ومركزهم وقدرة المباراة سيئة جدا لا الاهلي في مشكلة ومع دي مش مشكلة يعني دلوقتي المشكلة بقالها كتير اللي كان بيعوضها او اللي كان بيخلي الناس تتجاوزها فكرة الاهلي بيكسب الاهلي بقاله شهر عنده مشاكل يعني الاهلي كان بيلعب وحش بيكسب وكان عنده مشاكل وبيكسب الاهلي بقاله بقى يعني في الدوري نتائج مش معتادة خالص تروع في النتائج بشكل الشهر الاخير ده وكمان جينا بقى في البطولة الافريقية ولا لعب ولا فوز فلازم حساب يعني اللي بيعتقد ان الدنيا هتمشي كده انا مش شايف ان الدنيا هتمشي كده انت عندك لعيبة مثلا خلينا اقولك محمد هاني ده الناس يعني خلاص يعني 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 الراجل واقف في جونة تاني بيحلق على الراجل يعني ماذا ما يغشع الكورة بيحلق على الراجل طهر محمد طهر لحد ماك حاشر رب بيقولها في القليل طبعا مكسيكوني خد بقى معاك كمان ايمن اشرف يعني في ناس كتيرة اوي صلاح محسن يعني في ناس كتيرة في الاهلي ما تعرفش في الاهلي بدون اضافة لكن في مشكلة كبيرة في المدرب وقدرت الكورة بقى سيد عب حفيز اللي هو يعني خلاص اكتفى بدور ان هو يعترض على الحاكم يعني ما تحس اللعيبة كنا فيش روح ما فيش جملة يعني احنا متعودين على حتى الكور السابتة في الاهلي ما فياش جملة يعني الكورنر الفاولة على حدود المنطقة فيش جملة احنا متعاش حد بيشوت من بره المنطقة الاهلي كل عشر مطشاط عنا بيعرف يجيب جون من بره المنطقة واخد بقى لا اللي هو شوت لما بيبقى الدفاع ما اقفل فحد يخدش يشوت ما فيش يعني افشة ده بكل تاريخه ما جابش غير القضية من بره المنطقة غير كده كل الشوات ويجون مرة كمان في نهائي بتولي طفلك السنة اللي فاتل واخد بنا لكن غير كده كله بره كله بره كله بره كله بره حتى مش يجون بيصده يعني لجون يصده لبره لكن اعظم بره اه عندك حمد فاتحك ان اداء وحش جدا والمدارب مش مجهز لعيبة وواضح ان هو كمان تعاملته مع لعيبة صعبة يعني فا بس الراجل المدارب ده ليه بالارقام جايب ليه اه كويس اوي كويس اوي كويس اوي انا لما ديك دي تلقى اطلع لك لجارة الترونية اولاك كمان ده مصبع المدارب انا 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 المدارب المدارب اولا انا ذكر الفقرة دي بالله يا استاذ خالد لمجهز ولمتو حتى حتى يعني مستهربين ايه بابدأ بيها حتى ممكن يكون الناس اللي متفرجوا عنيقولك ايه عم الناس دي انا جايين نتكلم في حاجات بس انا قولت ابدأ الاول كده الغتم يعني اوه برضو قبراهيم طبعا مبسوط جود اوه اشان القومي برضو يعني مشكلة الاهل اشان القومي لانها كان نفسينا الاهل السنادي احنا على مستوى المنتخب وعلى مستوى حتى الاندية لليابة افريقيا السنادي خسرانين فكان نفسينا فانا كان نفسي وكنت متعلق بالفوز ده عشان حاجاته بس افرح الناس طبعا يعني الناس محتاجين فرحة بس صحيح فالمسيماني ايه عيوبه مسيماني عنده مشاكل دايما في التشكيل والتغيير اليقى البدنية بتاعة صعبة جدا والناس تقول لك اجاد ولا في اجاد ولا حاجة احنا لسه في نص الموسم وفي يوم لعبة وقدة اجازات للفرقة مرة اتناشر يوم ومرة مش عارفة شوه خد كم بطولهم اقالي هو طبعا انا هم حاجة عنده البطولتين الافريكيتين ودول كويسين بس خلي بالكو برضو يعني اعتقد يا محمود بيه لو حد اي مدرج ببناء خد بطولتين الافريكيتين يعني ده مجد يعني يا نشهد بيه يا نشهد بيه ما هو برضو الناس بتتكلم بدون السياق العام السياق العام احنا الاهل ده واصل نهائي خمس مرات من ست مرات فهو لما يعني يجيب اتنين اه طبعا انجاز كبير بس يعني يعني ما هو مجابش فرقة من القاع راح هو اخذ بيه الكاس الحاجة التانية الراجل خسارك الدوري ولو قعد السنة دي مش هده الدوري بالاهل مش هاخد الدوري هو راجل مش بتاع يعني ده بتوس انه يمشي انا معرفش الاهل ليه لحد دلوقتي سكت يعني على فكرة في واحد زي ملكاو في الكنترول بيقولي انه بيخليه قاعد يعني هو فرحان اه طبعا 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 هو مكسب طبعا لأي فرق منافس المسلماني مكسب طبعا لان راجل انت كل المبارات بتبقى رايح ما عندكش حد قدنا ما عندكش توقع الاهل الاهل بكفاءاته وقدرته وغيره يعني مش شايفين انت بشايفه ممكن هم عندهم حسابات تانية بس ابا استغرب مثلا احنا عندنا شركة الاهل اللي بيرأسها ياسم منصور دي دخل على السنة ولا اسمعنا عنهم اي حاجة ولا بيعملوا اي حاجة طب يعني انت بيت قالوا ليه شركة الاهل شركة الاهل هم دول هيديروا الكورة هم دول هيديروا صفقات ولا شايفين صفقات ولا شايفين مدرب عدل ولا شايفين اي دور